أمال وتطلعات كبيرة يوليها الفلسطينيون للانخراط بشكل أكبر وأعمق في مبادرة الحزام والطريق وتحقيق شراكات وتعاون للنهوض بالاقتصاد الوطني معتبرين رسالة الرئيس الصيني لمنتد آسيا الباسيفيك بالغة الأهمية نحن نعتبر هذه الرسالة رسالة مهمة وثمينة ونتمنى أن تترجم من قبل القيادة الصينية فيما يتعلق بفلسطين بالتحديد نحن بحاجة فعلا لكلام عن شراكة نحن بحاجة لكلام بحكي عن مشاريع مشتركة لبناء مستقبل مشرق ومشترك بينه وبين الصين وتقديري هناك تعطش في المنطقة لهذا الموضوع التركيز على بناء شراكة أوثق للحزام والطريق وتأكيد أن المبادرة تتبع مبادئ التشاور المكثف والإسهام والمنافع المشتركة والتكامل والتعاون كما أكد الرئيس الشيف في رسالته يفتح مزيد من الأفاق والأمال للدول للانضمام إليها أهمية بناء الشراكات على أساس حوار معمق حوار صريح حوار يأخذ بالاعتبار مصالح طرفي أو أطراف هذه الشراكة ولهذا السبب خلال العقود الأربع الماضية نرى أن الصين حققت قفز هائل في بناء شراكات في مختلف أنحاء العالم المساعدة المتبادلة نهج رئيسي وأساسي تؤكد عليه المبادرة وهذا ما بد جليا في تحقيق نجاح في اجتياز الأوقات الصعبة كما جرى في مواجهة كوفي 19 نحن دائما ندعم التوجه هذا وتوجه الصين أولا وتوجه الصين اللي بدعوه لشركات دولية ونستفيد منه كدولة صغيرة زي فلسطين نستفيد منه استفادة كبيرة اقتصادية وتسهيلات اقتصادية من الصين وعبر الصين رسالة الرئيس الصيني إلى مؤتمر آسيا الباسيفيك رفيع المستوى تعبر من وجهة النظر الفلسطينيين عن طموح ونهضة كبيرة لكل الدول التي تسعى لكي تنهض بشعوبها في ظل ما تطرحه من تعاون وثيق في إطار مبادرة الحزام والطريق والتعاون المشترك الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية لتلك الدول محمد الصنوري سيجي تياني العربية رام الله